بتوقيت العراق الواحد حان الان الموعد المنتظر للاجتماع على طاولة الوطن دقت ساعة الدعوة الشاملة لحوار وطني يضرب جرس الادراك بعد فيض من التوتر والفوضى الى الشباب الى الحراك الى المعارضين بمختلف سياساتهم يدعو رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العودة الى ترتيب البيت العراقي الذي يحتاج نبضا انتخابيا رصين وبكل صدق هذا قول الكاظمي يضيف مع فيض من الصراحة كفاء ما مضى ليكون اليوم حوار استراتيجي فاعل عرّج مركز الروابط للأبحاث والدراسات الاستراتيجية على عمق الرسالة التي كشفها رجل المهمة الصعبة فوصل فريق وحدة الدراسات العراقية في مركز الروابط لنتائج مباشرة تقرأ توقيت المبادرة الوطنية اولا تأتي دعوة استجابة لمتطلبات الشباب انتفاضة تشرين عام 2019 وهو ما يوثق اهتمام رئيس الحكومة بصوت الشارع ثانيا ادراك عميق من الكاظمي لحاجة العراق للتوحد ثالثا وضعت الدعوة جميع القوى والشخصيات والاحزاب امام امتحان صدق النواية في خدمة العراق فعلا لا قولا فحسب بمفهوم المصالحة الحقيقية رابعا الدعوة حددت المعاناة التي يعيشها شعب الرافدين خامسا تعزيز البنية السياسية للامن الوطني ودعم مبادئ الحوار الاستراتيجي مع امريكا وتوقيت دقيق لاخراج جميع القوات العسكرية الاجنبية من ارض العراق مع الاحتفاظ بعلاقة وثيقة بقيادة التحالف الدولي سادسا اعتماد مصلحة العراق فرضا سياسيا على جميع القوى والاحزاب السياسية سابعا الحرص على استعادة العراق لعلاقاته مع اشقائه العرب وتعزيز مكانته الاقليمية والدولية ثامنا انهاء الخلافات والتوصل الى اتفاق سياسي ينهي حالة الفرقة والتناحر تاسعا وحدة وطنية بين بغداد واربيل ورسوخها في الميدان السياسي بحل جميع المشاكل العالقة وبروح اخوية اساسها بناء العراق ترحيب سياسي جاد لدعوة صريحة ضرورية استجاب لها رئيس اقليم كردستان جيرفان البرزاني بموافقة على عقد حوار وطني بشكل معمق ترحيب من زعيم جبهة الانقاذ والتنمية اسام النجيفي بدعوة الكاظم لاجراء الحوار الوطني في البلاد عودة هي اذا الى البيت الذي يريد العراق له ان يضاء بعائلته المتكاملة ينامون ويصبحون على وطنه ارتفاق اعرف يهماد بانوافق اشمر مزيد اشمل مزيد اشتركوا، اشتركوا في القناة